وكان فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف قد قام بزيارة إلى عدد من المواقع الثقافية ما بين متحف البحرين الوطني ومسرح البحرين الوطني ومنطقة باب البحرين وبيت القرآن وذلك بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وخلال جولته في المتحف طلع فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح على ما يقوم به متحف البحرين الوطني من دور في بناء جسور التواصل ما بين مملكة البحرين وبلدان العالم وتعريف زواره بثقافة وإرث البحرين إضافة إلى نشاطه الذي يقدمه للجمهور من ورش عمل ومحاضرات وندوات على هامش زيارة فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف إلى مملكة البحرين والتي تهدف إلى بحث سبل الكفيلة بتنمية علاقات الصداقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك قام رئيس جمهورية المالديف الصديقة بعدة زيارات إلى عدد من المواقع الثقافية في مملكة البحرين حيث زار فخامته متحف البحرين الوطني واتضع على ما يتضمنه متحف البحرين الوطني من مقتنيات تعكس عراقة التاريخ وإرث المملكة الحضاري وتضمنت الزيارة إلى المتحف جولة في أهم القاعات التي تحتوي على غطع أثرية تروي حكاية تاريخ البحرين لأكثر من أربعة آلاف عام منذ زمن حضارة دلمون وحتى اليوم كما تجول رئيس المالديف أيضا في قاعة مدافن دلمون المكرسة لموقع تلال دلمون الأثرية المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وقاعة المعارض المؤقتة التي تستضيف حاليا معرض طبولوجيا الهواء للفنانة الأسكتلندية شونا إلينغورد وخلال جولته في المتحف اطلع فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح على ما يقوم به متحف البحرين الوطني من دور في بناء جسور التواصل ما بين مملكة البحرين وبلدان العالم وتعريف زواره بثقافة وإرث البحرين إضافة إلى نشاطه الذي يقدمه للجمهور من ورش ومحاضرات وندوات وفي مسرح البحرين الوطني تعرف فخامته على ما حققه المسرح على الصعيد الثقافي ودوره في دعم الفرق الفنية والاستعراضية العالمية وهو ما ساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إنتاج حضاري وثقافي إقليمي وعالمي كما تجول في منطقة باب البحرين مستكشفا أهمية المكان في تاريخ مدينة المنامة ودوره في تعزيز مكانتها في المنطقة كرافد للازدهار الثقافي والاقتصادي والاجتماعي كما قام رئيس جمهورية المالديف بزيارة إلى بيت القرآن رافقه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وكان في استقبال فخامته الدكتور عبداللطيف جاسم كانو مؤسس بيت القرآن حيث قام فخامته بجولة في أقسام بيت القرآن وما تعرضه من فترات متعاقبة تعكس الاهتمام بالقرآن الكريم ومرتبط به من علوم حفظتها المقطوطات الإسلامية النفيسة والنادرة وعرب فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف عن سروره بزيارة بيت القرآن وأبدى فخامته إعجابه بما شاهده من مخطوطات قرآنية تتجلى فيها روعة الخط العربي وفنونه مشيدا باهتمام هذا الصرح الحضاري بخدمة كتاب الله وعلومه